بما أننا بقى في الصيف ومسم التزاوج بيبدأ معانا وكل الناس دلوقتي عايزة تتجوز ياريت أقولك في البداية كده أسطر لحمك أسطر عرضك أسطر لحم زوجتك ولحم والدتك ولحم أختك في ليلة فرحك مش عشان ليلة العمر تقضيها في جهنم والعياذ بالله وتابع معايا للنهاية لو كنت رجل السلام عليكم ورحمة الله بداية ده أنا مش بهاجم حد لكن حابب أقول رسالة من القلب رسالة لكل مسلم رسالة لكل مسلمة رسالة لكل رجل غيور على عرضه وعلى لحمه وعلى دمه رسالة لكل بنت بتحب تصون جسمها وتصون عرضها ولا تسمح لأي أحد أن يرى من جسدها وروا بقدر الظفر حتى تسمعوا الفيديو ده كده وتركزوا فيه وتصلوا على حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم كتير يقول لك ده ليلة العمر وأنا عايز أفرح وعايز كده أرقص وهيص وإيه المانع يعني يا عم الشيخ ما تحبكهاش ده ليلة في العمر وأنا بتجوز كل يوم ويبدأ ييجي يشوف المناظر اللي بتعرض على وسائل التواصل دلوقت بين واحد بيرقص مع مراته على الملأ وبين واحد ملبس زوجته ليلة الفرح لبس كإنها مش لبسة كإنها عريانة تماما أمام الناس واحد تاني يخلي صاحبه يسلم على مراته واحد تالتي يخلي صاحبه يرقص مع مراته وكمان الموضة بتاعت اليومين دول أن يبس مراته ويصورها على الملأ وينشر كمان ويا بخت اللي يعمل كومنته ولايك وشير وزود متابعات وتشعر كإنك مش أمام واحد بيتزوج واحدة لا ده واحد بيتاجر بلحم واحدة واحد بيتاجر بعرض واحدة راح دفع مهر وتقدم كرجل لكن في النهاية هو عايز تجارة عايز الناس تتفرج على اللحم عايز الناس تقول أحسنت الاختيار دعنيها كذا ده ما شاء الله بشرطها كذا ده لون لحمها كذا ده لون شعرها كذا والتباهي والتفاخر زمان كان يتباهى بأنسابه ويتباهى بفلوسه دلوقتي باب يتباهى بلحمه وعرضه وشكل مراته ومش عارف بصراحة أمثال هؤلاء الرجال لو رأاهم سيدنا علي رضي الله عنه سيدنا علي في زمنه في زمن الصحابة كان بيقول بلغني أن نساءكم ليزاحمنا العلوج في الأسواق أما تغارون فإنه لا خير في من لا يغار طبعا هتقول لي يعني العلوج حاول الله حضرك ارجع للقاموس العربي با عشان تعرف مكانتك فين بالضبط ده دا اللي قاله سيدنا علي رضي الله عنه للصحابة اللي كانوا بيسمحوا لنساؤهم انهم يخرجوا للأسواق فما بالك لو جاء سيدنا علي الآن ورأى واحد بيتمايل ويرقص مع زوجته على الملأ بل ويقبلها ويبسها من أماكن ما ينفعش أصلا ان يحصل دا أمام الناس تخيلوا كده ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يغار وإن المؤمن يغار المؤمن اللي بجد يغار المؤمن اللي عنده دين يغار يغار على لحمه يغار على عرضه لا يقبل أبدا إن امراته تلبس ملابس لا تليق أبدا بالمسلمة إنها تلبس ملابس في يوم زي دا الكل الكل ينظر إليها نظرات شهوانية أو البعض يتمناها أو البعض يقول يا بختو دا لأ واحدة إحنا مش لقيين زيها إزاي أنت تقبل دا على نفسك عشان كده العلماء يقولوا أصل الدين الغيرة وما لا غيرة له لا دين له رجع دينك ورجع إيمانك يلي بتتزوج وتعرض زوجتك بالشكل دا انت عارف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيك إيه قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة في ثلاثة كده من الناس ربنا مش حينظر إليهم ومدام ربنا مش حينظر إليهم تأكد إنه سيعذبهم ولن يرحمهم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة أي التي تتشبه بالرجال والديوث والديوث هو الذي يقبل الفاحشة في أهله الديوث هو الذي لا يغار على عرضه ولا على لحمه الديوث هو الذي لا يهتم بما ترتديه زوجته أو أمه أو أخته في أيام الفرح ونحو ذلك وتلاقي بقى التفنن بقى وصديقات العروسة وصحبات العروسة وأصحاب العريس وتلاقي بقى تفنن في الملابس ويطرى من اللي حتفوز النهاردة بأجمل صورة ومن اللي حيتقال عليها النهاردة أجمل ملابس ودايما في تنافس في الملابس كل ما قصر طوله واشتد ضيقه ربنا يفرجها عليكم يا رب ويوسعها عليكم وتوسع ملابسكم شوية يريد تراجع نفسكم ويريد تتوب لربك قبل فوات الأوان يا أخي الفلوس دي اللي تبتجمعها بعرأك وتتعف فيها والله حتتحاسب عليها يوم القيامة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومنهم وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فيطرح حتقول لربنا إيه يوم القيامة حتقول لربنا إيه يوم القيامة لما يقول لك أنا ألتلك في صورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وإنت رايح تعر زوجتك أمام الناس وإنت رايح تظهر لحم زوجتك وتتباهى به أمام الناس حتقول لربنا إيه لما يقول لك سيدك النبي صلى الله عليه وسلم أنا قلتلك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وإنت مسؤول عن زوجتك وخنت الأمان دي يطرح تجاوب على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له إيه فصن عرضك أيها المسلم وصن لحمك واصطر عرض زوجتك وعرض أهلك فالعرض يقاتل من أجله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات دون أهله أو دون عرضه فهو شهيد اللي يموت هو بيدافع عن عرضه وعن لحمه وعن دمه هو شهيد إنت با تيجي تظهر عرضك وتظهر لحمك وتتباهى وتتراقص وتتميل مع زوجتك أمام الرجال لا تقول لي بقى أصحابي ولا تقول لي دول إخواتي دول أهل العروسة ودول أهل العريس يا رجل اتق الله كلهم رجال وكلهم شباب وكلهم يتمنى من زوجتك ما تتمناه أنت من غيرها من النساء زي ما أنت بتبص وتشتهي هم كمان بيبص ويشته فخل عندك دم بجد وخل عندك رجولة وشهامة وصن عرضك واصطر لحمك وتب إلى ربك فالله يفتح باب التوبة لكل تائب بالليل وبالنهار قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم افرح في ليلة العمر وعمل ما تشاء بس بالحلال افرح في ليلة العمر واتصور وعمل اللي انت عايزه بس بلاش تدخل عرض امراتك ولحم امراتك في الموضوع كل رجل تستحق أن تحمي هذه المرأة وبارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة